العراق يواجه أسوأ موجة جفاف يعني منذ قرن تقريبا السؤال يعني أين الجهات المعنية من هذا التحذير ولا يعني أن هذا التحذير لم يأتي بجديد الكل يعرف ذلك شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الموضوع المهم أريد أسوفت مقدم الموضوع مكملة لتصريح ممثل الأمم المتحدة بالعراق حقيقة أقول معالي وزير الموارد المائية صرح قبل فترة قال اليوم العراق أسوأ خزين منذ ثلاثينيات القرن الماضي حقيقة تصريح قوي جدا وأيضا قال الوضع المائي حرج جدا وأيضا قال الصيف قاسي رح يكون إذن تصريحات خطيرة جدا من معالي وزير الموارد المائية يتأشر الوضع السيء الذي وصلنا له الشيء الذي أريد أقوله لحد الآن لا يوجد شيء على أرض الواقع وتذكر حضرتك في لقاءات قديمة أكثر من سنة كنا نحذر ونقول عيد النظر بالسياسة الزراعية لأن سنوصل مفترق طرق وفعلا اليوم نحن أمام مفترق طرق الشيء الذي أريد أحطه أمام حضرتك وجمهورك الكريم سؤال واحد ماذا لو كان الشتاء القادم جاف أيضا تصريحات معالي الوزير يعاني من مياه الشرب فإذا كان الشتاء القادم جافش رح يكون مصيرنا أو الوضع رح يكون أكيد مأساوي إذن الحلول هي لحد الآن ما شفنا على أرض الواقع لكن إحنا نريد نقول اليوم الحلول هو يجب أن تبني خطة زراعية بـ 10 مليار متر مكعب يعني على أساس الخطة الزراعية تبني على أساس استخدامك للمياه كمية المياه تستخدم وليس المساحة المزروعة نحن نسمع دائما الوزارات المتعاقبة تتباهى المساحات المزروعة اليوم لا لازم استخدامك للمياه ما يزيد عن 10 مليار متر مكعب وهذه نقطة مهمة الشيء الثاني يجب أن يتحدد كمية المياه اللي رح تتخصص للأمور الحياتية للمواطن لما يشرب واستخداماته وأيضا للنفط حتى تعرف اشقد تحتاج مي سنويا واشقد يجيك إيرادات من دول الجوار وتحديدا تركيا لأن أكثر الإيرادات تجي من تركيا السؤال هنا يتبادر إلى ذهننا اشقد الإيرادات تجي من دول الجوار بصورة عامة حقيقة أنا قدرها بحدود 30 مليار متر مكعب تجينا من دول الجوار على مدى عام كامل بالإضافة الإيرادات الداخلية اللي هي من الزاب الأعلى والأسفل إذن اليوم يجب أن تبني خطة على قد 20 مليار والعشرة الأخرى تعتمد الخزين اليوم لازم السيد الخزين مالتك تلافيا للشحة المائية إذا كان الشتاء القادم جاف هذه المفروض الخطط تم بني هكذا وليس مثل قبل هل قد نزرع وتجاوز ترجمة نانسي قنقر